السعودية التحقت بالموقع بمتأخرة. ما كان لسعد الحريبي أن يجري اتفاقا مع التيار الوطن الحر معاون إلا بغطاء سعودي. لذلك السعودية معنية بما يجري في لبنان. مرت فترة خلال الأشهر الماضية أو سنتين الماضيتين. كان هناك من يقول أن السعودية انكفأت عن الساحة اللبنانية. هذا غير صحيح برأيي. هي انكفأت جزئيا. لكنها معنية في الساحة اللبنانية. في إطار الخلافة الإيرانية السعودي الواسع جدا. لذلك السعودية كان من الطبيعي أن ترسل وزيرا إلى لبنان. لإجراء اتصالات. لتأكيد أنها مهتمة بالساحة اللبنانية. وللتأكيد أيضا أن هذا الرئيس الجديد أيضا مقبول في السعودية. وليس كما حدث قبل فترة عندما أقدم جبران باسيل. وهو وزير خارجية. على النأي بالنفس. وصحر الرئيس. عندما تناولت الجامعة العربية موضوع الاعتداء على الدبلوماس. على المؤسسات الدبلوماسية السعودية في طهران. لذلك السعودية الآن تريد أن تقول أنها لاعب أساسي في لبنان. وأنها لم تتخلى عن لبنان. وأن الرئيس الجديد هو رئيس كل لبنان. ومستعدة أن تستقبله بأي صاحة كان. طيب. إذن